تحياتي اخواتي وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بالف خير والف صحة دامن يا رب معكم مريم من قناة اكلب نفس النهاردة عندنا بسكوت اقتصادي جدا لا زبدة ولا سمنة ولا مضرب كهرابي ولا اي حاجة وفي ثانية لا ثانية هتخلصي والاولاد حرفيا هما اللي هيعملوه مش انتي كمان ولا هتعملي ولا حاجة لانه مش هياخد وقته سهل جدا وبسيط اسمعي الصوت بصي الهشاشة يعني جميل جدا وارمشة تحفة جدا بجد سهل جدا وزي ما قلنا اقتصادي وما فيهوش اي غلبة ولا اي حاجة وبصي لونه واسمعي الصوت كمان مرة وتأكدي تحفة جدا وفي مكونات هتدي طاقة للاولاد اسناء مذاكرتهم وحلو جدا جدا يلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا سريع سريع ويا ريت ما ندخل ما تنسيش باشتراك وتفعيل زر الجرس واللاكاتي كتل للفيديو عشان ترفعوا يشوفوا غيرك ولو بتشوفوني على الفيسبوك ما تنسيش في المتابعة ويلا بينا عندنا هنا حبيتين بيت بدرجة حرارة الغرفة وحطت علي مواحدة فانيليا ونص كبات سكر سكر ابيض عادي علشان اللون البسكوت يعني ياخد اللون حتى لو حطتي السكر يعني بتاع التموين ده اللي عندوكو في مصر عادي مفيش مشكلة ودربت لحد ما وصلت للون ده بالمضرب العادي خالص وعندنا هنا فانيليا البرتقان اللي عملناها قبل كده مع بعض في حلقة حفز البرتقان والفانيليا بتاعت وتفريزات واسبها لك في صندوق الوصف وتظهر لك في الشريطة حالا بصي وفضلت تضرب تمام فضلت تضرب لحد ما برضو وصلنا لللون الابيض ده آآ مع الضرب مع بعد كده عندي تلت كوباية زيت اي نوع زيت عندك بس خليه يكون زيت يعني ملهوش ريحة علشان ما تظهرش في البسكوت ورشة ملح صغيرة تمام وبردو وفضلنا نقلب ونضرب عادي بالمضرب السلك لو عايزة تضربيه بالكهرباء عشان تنجزي براحتك لحد ما وصل اللي وصلنا للقوام ده تمام بعد كده عندي حوالي معلقتين زبيب اي نوع مكسرات حبا بس الزبيب حلو طري تمام وهنا وهنا معلقتين شوكولاتة خام اللي هي بتاعت الطبخة عادي مكسراها بس خلي الحتة تظهره لو عندك الشوكولات شيبس حلو جدا وشغل وتمام وزي الفول ما عندي كيش زي عندي كده القلب الكبير كسري منه حوالي معلقتين كبر عندي هنا دقيق آآ متعدد الاستخدامات ومنخول انا كنت هنا عاملة حوالي كبتين وربعة تمام وقلت مما شوف الدنيا تصبط معايا ازاي وبعد كده ضفت معلقتين بيكينبودر صغيرين معلقة الشاي دية آآ هما تقريبا طلو خمستاشر جرام اللي هو الكيس عندي تمام بعد كده ضفت حبة دقيقة تاني وهنلم المكونات انتو عارفين بسكوتات مش بنعجل علشان ما تنشفش معانا وتعمل عرق لا احنا بنلم المكونات بس بندخلها في بعض وبنحط الدقيق واحدة واحدة ما نعرفش الدقيق بتاعنا شكله ايه او مسلا نواخد رطوبة ما نعرفش فاحنا بنحط واحدة واحدة تمام ونلم هنا في موحدة اللم والكلام ده البنت انكسفت تكمل الفيديو فانا كملته بس هو سهل جدا من غير الكاميرا كانت اكيد هتعمله كله لوحده بس ويزاد معايا الربع كوبة ازاي ما قلتلك وبعد كده توصلي بيها انو العجنة بتلزق حاجة بسيطة في ايدك تمام بس مش كتير تمام بعد كده هتجيب الصاج اللي هتغبزي فيه يعني انا هنا طبعا انت عارفين ام مريم ما بتحبش تدهن زيت تحت الحلويات او النواع فانا هنا الصاج وعليه ورقة آآ خبز بيعاد استخدامها او ممكن تفرشي ورقة زبدة وتاخدي بالقطع عادي خالص وتكوريها كورة دايرة بس خليها يعني فيها سماكة شوية بس ما فيش ابسط من كده هنوش بقول لكم الاولاد هما اللي هيعملوه وتمليل الصاج بتاعك هما عملوا لي حوالي خمسة وعشرين واحدة بسكوت حلو جدا واقتصادي وطعمه وبجد طعم الطحفة يعني مزيج الزبيب مع الشوكولاتة الطحفة لو ما عندكش شوكولاتة احزف الشوكولاتة عادي ما عندكش زبيب اللي عندك حتي جوا احنا بس بنعمل حاجات يعني فيها تدي طاقة وتدي يعني للاولاد كده عشان هما بيذكروا يركزوا بيحبوا حاجة حلوة فالشوكولاتة والزبيب حلوين جدا بس كده وهنملأ الصاج زي ما قلنا وهتكون عندي الفرن شغال على درجة حرارة مية وسبعين لمدة من عشرين لخمسة وعشرين دقيقة حسب فرنك ممكن فرنك يعني تختلف كل واحد وفرنه عادي انا عندي فرن شغالة عادي فوق وتحت والمروحة شغالة بس وهندخلوا فيها وقلنا من عشرين خمسة وعشرين دقيقة وده شكله بعد ما خرج بص الجمال وبص اللون بتاعه بجد طحفة جدا جدا عندي كمان انا سكت هنا علشان تسمعي الصوت تاني بأكد عليك عندي قيمة تشغيل لحلويات اقتصادية هسيبها لك في سندوق الوصف وتظهر لك في شريطة حالا وشوف اللون وجمالها وسمعتي الصوت كمان مرة نأكد تأكيد انه طحفة وجميل جدا اتمنى تعمليه وتسيبي لي رأيك هنا في التعليقات او على رسالة صفحتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك اه بنفس اسم القناة هسيبهم لك في صندوق الوصف وبجد بجد الف الشكر لكل اللي بيقعد معايا في الفيديو للاخر اه ولو عايزين اي حاجة سيبها لي هنا في التعليقات اه في اليوتيوب او الفيسبوك بيسعدني جدا جدا تعليقاتكم وبص جماله وهش جدا وتحفى جدا بجد وهتوحشوني جدا جدا الفيديوهات اللي جاوبوا اي